مساء الخير بين زيارات ولقاءات المبعوث الأمريكي عموس هوكستين إلى بيروت ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لسيما رئيس المجلس نبيه بري على مدى يومين وبين الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم توزع المشهد السياسي هوكستين غادر منذ قليل مطار رفيق الحرير الدولي بعد أن احتسى القهوة في ستارباكس في فردان ودون أن يدفع الثمن لأن اللبنانيين أبوا ذلك لأنه في ضيافتهم فرفضوا أن يدفع هوكستين سمن القهوة فما هو الثمن الذي سيدفعه اللبنانيون أيضا بعد لقاءات هوكستين في إسرائيل في الساعات القليلة المقبلة أما عن كلام الشيخ نعيم قاسم فاللافت في الكلام كان آخر الكلام وآخر الكلام تحدث فيه الشيخ نعيم قاسم عن حزب الله بعد وقف إطلاق النار عن خارطة طريق الحزب بعد وقف إطلاق النار عن حزب الله تحت اتفاق الطائف عن حزب الله المتساوي مع كل اللبنانيين وهنا يسأل اللبنانيون السؤال الوحيد لماذا وصلنا إلى هنا ولماذا لم يكن حزب الله تحت صقف الطائف منذ البداية لكن وفرنا على أنفسنا وعلى الحزب وبيئته آلاف الخسائر بالأرواح وفي الماديات خصوصا أن قرى وبلدات جنوبية بأكملها سويت بالأرض وأيضا شهداء سقطوا وآخرهم من الجيش اللبناني فتحية إلى هذا الجيش في ذكرى وعشية الاستقلال والتحية تبقى لكل من بقية ليبقى لبنان كل هذه المواضيع سنناقشها هذه الليلة مع العميد المتقاعد الجنرال محمود الجمل أهلا وسهلا فيك أهلا سيد بير شكرا على استضافي أهلا وسهلا فيك أستاذ جنرال نحن نبدأ بداية مع الكلام يلي سمعناه منذ بعض الوقت للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث فيه عن حزب الله تحت صقف اتفاق الطائف حزب الله الذي سيسهل انتخاب رئيس للجمهورية حزب الله الذي كان يعرقل انتخاب الرئيس كلنا نذكر إما سليمان فرنجية أو سليمان فرنجية ولا خيار آخر أما ميشيل عون في السابق أو لا خيار آخر ما الذي تغير اليوم برأيك ليكون لدى حزب الله هذا الحديث الجديد هذه اللهجة الجديدة يلي فاجأت بعض اللبنانيين قبل ما ندخل إلى الشق الميداني تفضل اليوم استيس بير بعد مرور ما يقارب السنة وشهرين على بدء المعركة المعركة الكبرى في المنطقة لا يمكن بعد هذه المدة وهذه الخسائر وهذه التضحيات وهذا الدمار الذي حصل وهذا العدد الهائل من الشهداء يعني اليوم عندنا ما يقارب 3600 شهيد إلى جانب ما يقارب 12000 شريف ومصاب ومعظمهم أو قسم كبير منهم هو خارج الخدمة كما نقول يعني إصابات بليغة وإصابات أعطال مدى الحياة اليوم بعد هذه التجربة لا يمكن إلا أن نكون عقلانيين ولا يمكن أن يكون اليوم نحن كما كنا في سبعة أو في ستة أكتوبر قبل بدء هذه المعركة لا يمكن إلا أن نبطع اليوم ستة بير الحزب أو المقاومة اتهدت قرار مساندة غزة هذا القرار الذي اتخذ بإرادة من قيادة حزب الله وبتوجيه إيراني وطبعا تحت التغطية الإيرانية اتخذ قرار مساندة غزة ولازلنا حتى من حول شهر نص أو شهرين نحن في مشروع مساندة غزة من شهرين وحتى الآن بدأت المعركة اللبنانية الإسرائيلية الحقيقية بدأت إسرائيل في استهداف لبنان شعبا وأرضا ومؤسسات وداخل وفي كل المناطق اللبنانية اليوم وصلت دمار إلى البقاع إلى بعلبك بدأ بالجنوب إلى قلب بيروت اليوم في عنا قرى وبلدات ومدن تستهدف وتباد فيها النفوس وبالتالي تزلزل المنازل فوق رأس أصحابها اليوم مدينة صور هذه المدينة التاريخية التي تشهد على تاريخ لبنان اليوم قسم كبير منها مدمر عدد كبير من الشهداء عدد كبير من الجرحة من يتحمل مسؤولية من أوصلنا إلى هذه الحالة؟ من يتحمل مسؤولية من أوصلنا إلى هذه الحالة بالدرجة الأولى ضعف الدولة بالدرجة الأولى غياب القرار الوطني الواحد بالدرجة الأولى تلهي المسؤولين تلهي المسؤولون اللبنانيون في أمور بعيدة عن الوطنية وبعيدة عن بناء الوطن وبعيدة عن كل ما يجب أن يتحلى به المسؤول عندما يستلم زمام الأمور في بلد ما أو في دولة ما هذه الحكومات المتعاقبة وهذا الطقم الحاكم منذ عقود من الزمن منذ التسعين أوصلونا إلى هنا طبعا غياب الدولة عدم الاهتمام بالأجهزة الأمنية كما يجب خلق مبرر عند حزب الله أن يقوم بدوره هو بالدفاع يأخذ المبرر هو ليس دوره أعتبر نفسه أنه أخذ المبادرة ويريد الدفاع عن أرض الجنوب لو كانت الدولة لو مؤسسات الدولة كانت كما يجب وكان بناؤها بناء صحيح وبناء متين وعلى أسس نحن اليوم لم نكن نحتاج أبدا إلى أن يكون هناك جيش ومقاومة ومنظمات وأحزاب عقائدية أو أحزاب تريد مقاتلة إسرائيل لوحدها نحن اليوم لو كان لدينا استراتيجية دفاعية هذه استراتيجية دفاعية الوطنية الضرورية لكنا بغنى عن كل هذه التفرقات استراتيجية دفاعية وأذا أردت نتكلم عن مضمونها أو بعض تفاصيلها إذا كان الوقت يسمع لابد أن يكون لدينا استراتيجية دفاعية من خلالها يكون الدفاع عن الوطن واجب كل مواطن لبناني وليس الترفضي بس عميد وقت نحكي عن استراتيجية دفاعية كان فيه لقاء بعبدة واجتماعات بعبدة لنحكي عن استراتيجية وطلعوا بمقررات عن هذه استراتيجية بس معنا يومتها نائب محمد رعد عم بيقول أنه غلوا واشربوا ميطة حزب الله كان بفائد القوة لم يأخذ بالاستراتيجية الدفاعية لم يكن هناك جديد مفوضة لماذا كان كل القوى اللبنانية المجتمع وكان فيه رأي الجمهورية كلها مجتمع ولكن كان هناك قرارا ضمنيا بعدم تسهيل قرار ضمنيا عند مين؟ عند بعض الأطراف عند حزب الله لنكون صراحي عندما يكون البلد مفككا ويكون القرار ضعيفا قرار الدولة ضعيف هناك من يأخذ المبادرة ويتجرى على أن يكون هو الحامل راية الدفاع وحامل راية القرار في البلد وهذا ما حصل مع حزب الله وغير حزب الله أعود وأقول نعم أعود وأقول اليوم التدخلات الخارجية التدخلات الكبيرة في القرار اللبناني اليوم لبنان بلد مستهدف لم يكن هناك تقريبا طرف إقليمي إلا وحاول التدخل في القرار اللبناني أو حاول وضع اليد على هذا القرار في عمليات الدفاع عن الوطن أو عمليات التصدي للعدو الإسرائيلي أو التصدي لعدو أي عدو محتل أرض معينة تبدأ حرب العصابات هذا في العلم العسكري عندما تبدأ حرب العصابات يكون البلد كله محتل يبدأ التحرير ويكون التحرير جزئيا وثم يتوسع تتوسع الأرض المحررة حتى الانتهاء من كل الأرض اليوم نحن ما حصل معنا أنه عندما تحرر هذا البلد بالسنة الألفين عام الألفين وجدنا أن هناك لا يزال ثغرة أو لا يزال هناك قطبة مقفية تتمثى في مزارع شبعة وتلالك فرشوبة والغجر هذه مكانة زريعة لإبقاء السلاح ولإبقاء المقاومة بالأبعاد التحرير الألفين اليوم موضوع مزارع شبعة وتلالك فرشوبة وقرية الغجر موضوعهم مرتبط بالقرار 242 والقرار 338 والترسيم البري قبل الترسيم البحري هذه المنطقة هذه المنطقة احتلت عام 1967 عندما اشتاحت إسرائيل ثلاثة أو أربعة دول عربية بما فيها طبعا الضفة الغربية والقدس وغزي هنا احتلت هذه الأرض وبالتالي بدأت الصراعات ومن ثم أتينا إلى القرار الأممي أو القرارين الأمميين 242 والتلاتي ثلاتي ثماني فتم انسحاب إسرائيل من سينة بموجب اتفاق كام ديفيد وتم انسحابها من الضفة يعني حصل اتفاق ما بينه وبين الأردن وبالتالي مع رئيس سادات بوقتا تماما هنا لم يتطر أحد إلى موضوع مزارع شبا وتل الكفرشوبة والغجر حتى العام 2000 عندما حصلنا عندما سحبت إسرائيل في العام 2000 من الأرض اللبنانية وتخلت عن الشريط ما كانوا يسمى بالشريط شريط الحدود ارتقينا حتى نبقي الصراع مفتوحة مع إسرائيل أن هناك لا يزال قرية الغجر وتل الكفرشوبة ومزارع شبا خليني نتابع هذا الموضوع نحن وياك جنرال بس خليني انتقل إلى النائب أديب عبد المسيح اللي صار معنا مباشرة مساء الخير استاذ أديب مساء الخير لألك ولضيفك وللمشاهدين أهلا وسهلا فيك استاذ أديب بقراءة أولية لكلام للأمين العام لحسب الله الشيخ نعيم قاسم ما هي قراءتك الأولية لهذا الخطاب وشو أكتر شي لفتك بالموضوع كلمتين دعشي ناقصة للأسف بيظل هذه المفاوضات اللي عم بتخير هلأ واللي ممكن تنقل في لبنان نعم بيأتينا أمين عام حزب الله لا يزيده تبطين بلي وبالتالي لا يتحدى ومنطقة تحدي بهذا الظرف هو حتكون دعشي ناقصة تجاه هذه المفاوضات وأبدا مش اللي حتكون منطق قوي كما يريدها الأمين العام وبالتالي كنا نتمنى أن يلزم أن يلتزم على الجميع الصمت بهذه الفترة كرميل نقدر قد ما فينا ننقذ لبنان ونوقف فوهات المدافع والقتل والتدمير اللي عم بيصير علينا هيدا اللي لفتني اللفتني أكتر شي هو منطق التحدي ناوهات المدينة وطبعا القديم الجديد يلي هو أنه شو ما صار سينتصر حزب الله بحسب أعتقاده لأنه برأيه شو ما صار شو ما تدمر شو ما ما ميت وكيف ما خرب البلد حتى إذا تغيرت هوية وكيان هذا البلد هو بالنهاية منطقه ومنطق انتصار شو ما صار وهيدا اللي خايفين منه نحنا يعني هيدا اللي دايما منحذر منه أنه بدل العودة إلى المؤسسات والدولة بدل ما احترام على الشراكة الموجودة للطرف الآخر يلي هو نحنا عم نجي عم نتحدى وعم نرجع نهدي تهديد ووعيد وحنكمل بالميدان صارت أو ما صارت على المفاوضات هيدا يعني للأسف كانت دعسي نقصة بالنسبة لأله وهيدي هو باختصار العنوان الأساسي للخطاب اللي سمعنا له نعم استاذ أديب بس كمان الشيخ نعيم قاسم يقول أنه بعد وقف العدوان سيعود كل لبنان أجمل وأفضل وسنقدم المساهمة الفعالة لانتخاب رئيس للجمهورية وحكي عن اتفاق الطائف وأنه حزب الله سيكون تحت سقف الطائف هذا الأمر لم نكن نسمعه سابقا من حزب الله يعني ولا مرة حكي عن الطائف حزب الله والطائف اللي هو كمان يقضي بتسليم حزب الله والميليشيات لأسلحتهم يعني والتفعيل لموضوع رئيسة الجمهورية كنا نشوف عرقلة فيما مضى يعني كنا نشوف بالالفين وستعاش اما عون اما عون عم نشوف كنا من كم شهر لورا في سليمان فرنجية أو سليمان فرنجية اليوم في تغير موقف حزب الله برأيك ما سبب هذا التغيير أنا مش ملقى أبدا حديث جميل أو حديث منطقي بالعكس يعني بهذا المنطق حزب الله يبيع قصة رئيسة الجمهورية أول شيء هيدا اعتراف أنه كان معاركر لرئيسة الجمهورية يعني هذا قبل كل شيء ثانيا عم بيبيع ملف رئيسة الجمهورية لنتانياهو لأنه عن يربط رئيسة الجمهورية بوقف اطلاق النار وكلنا منعرف أنه وقف اطلاق النار اليوم غير من شهر اليوم هو بيبيع نتانياهو يعني هو عم بيبيع ملف رئيسة الجمهورية لإسرائيل وهذه بحد ذاتها هي غلطة كتير كبيرة عم يقترفها حزب الله أولا بالاعتراف أنه هو معارق الأساسي لرئيسة الجمهورية ثانيا أنه اليوم كمان عم بيفاوض وعم بيساون بموضوع رئيسة الجمهورية مع إسرائيل يعني مع اللي بيعتبره هو عدو فإذا وبالتالي لا مش هذا المنطق اللي نحنا نقبل فيه خصوصا الفريق المسيحي بالبلد لأنه رئيس الجمهورية صحيح رئيسة كل اللبنانيين لكن بحسب المسيحية المعتمدة هو مسيحي وبالتالي نحنا مش حنقبلها بهذه الطريقة نحن حنقبل فقط باحترام الدستور اللبناني ونطلب من الأمين العام ومن حزب الله رجوع إلى منطق الدولة واحترام الدستور وعدم التعطيل وما يقتل هم الرئيسة نحنا منجيب رئيس أنا بدي أشكرك سعادة النائب أديب عبد المسيح على هذه المداخلة عبر صوت لبنان على أمل لقاءات أخرى شكرا لك شكرا عميد رح أرجع أنا وياك الزيارة التي أو المبارحة كان فيه لقاء بين هوكستين والرئيس برري كمان اليوم اللقاء الثاني برأيك ما ستحمله أو ماذا ستحمل الساعات المقبلة في إسرائيل مع هوكستين زيارة هوكستين الثانية للرئيس نبيه برري هو هذه الزيارة اجت لبناء الطلب إسرائيلي من هوكستين بأن الأجوبة اللبنانية ليست واضحة والأجوبة اللبنانية ليست كافية لأن نقوم باتخاذ قرار بوقف اطلاق النار لذلك تم الاتصال ما بين هوكستين والرئيس برري وتحددت الزيارة الثانية التي كانت اليوم وحصل هوكستين على بعض التوضيحات وبعض الشروحات عما تم تقديمه بالأمس اليوم سينطلق أو انطلق هوكستين باتجاه الأراضي المحتلة وبناء على ما سيقدمه أو ما سيشاهده الطرف الإسرائيلي سيبنى على الشيء مقتضى أنا أقول بالنسبة لنتنياهو ليس مستعجلا لوقف اطلاق النار وبالتالي ليست المرة الأولى التي يكون فيها هناك طروحات ومشاريع لوقف اطلاق النار وينسفها نتنياهو في اللحظة الأخيرة وأنا أتوقع أن يحصل في لبنان ما حصل في غزة على مدى سنة وشهر وأكثر قليلا كل ما يتم التوصل بضغوط دولية وإقليمية إلى مكان نستطيع أن نقول به أننا اقتربنا من الموافقة أو اتخاذ القرار بواقف اطلاق النار وتسليم الرهائن أو الأسرة والإفراج عن بعض الموقفين أو المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نرى أن في اللحظات الأخيرة يقوم نتنياهو ويطرح طروحات جديدة تعجيزية تؤدي إلى نسف هذه المحادثات أو المفاوضات وبالتالي تعود الأمور إلى نقطة السفر اليوم الخوف أن يقوم نتنياهو بالتجربة نفسها مع لبنان معنا عندما يكون هناك فعلا اقتراب من اتخاذ قرار جدي بواقف اطلاق النار يقوم نتنياهو بطروحات جديدة وشروط جديدة تؤدي إلى رفض لبنان لهذه التنازلات وبالتالي تعود الأمور إلى نقطة البداية يعني أنت برأيك اليوم الفشل أو فشل هذه المبادرة هو الأرجح أنا لا أتوقع إيجابية من نتنياهو بل أتوقع صعوبات وأتوقع طروحات جديدة لأنه لأن صراحة أنا أقول هذه الحرب التي بدأت من سنة وشهرين لم تبدأ لتنتهي بهذه السرعة وبهذه البساطة يعني اجتماع لقاء ما بين هوكستين والرئيس برري لمدة ساعتين أمس ويوم لمدة ساعة وبضع دقائق وعلى أثرها تم الاتفاق ونحن قبلنا بالنقاط الموضوع وعلى إسرائيل أن تقبل وإذا قبلت إسرائيل انتهت الحرب هنا ليس الموضوع بهذه البساطة نهائيا هذه الحرب الشرسة هذه الحرب المدمرة التي كلفت إن كان في غزة عشرات ألاف الشهداء ووصل العدد إلى ما يفوق المائة ألف جريح وعشرين ألف مفقود اليوم في لبنان عندنا 11-12 ألف مصاب وجريح عندنا الربنا نوصل إلى 4 ألف قتيل أو شهيد لن تنتهي ودمار يعني في لبنان فاقت الخسائر المادية الـ 15 مليار دولار نعم لم تنتهي هذه الحرب بهذه السهولة هناك مخاض عسير أنا لا أريد أن أنقل صورة متشائمة إلى أهلنا في لبنان ولكن لنكون وقعيين ليس بهذه البساطة ستنتهي الحرب نعم خليني نشير إلى أن القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين في هذه الأثناء أن الاتفاق ممكن ولكن خلال أسبوع في حال تم تلبية الشروط الإسرائيلية والشرط الإسرائيلي هو حرية التحرك في لبنان في حال تم الاشتباه بأي عمل يهدد أمن إسرائيل من الداخل اللبناني هل ممكن برأيك القبول بهذا لأن لبنان يقبل بهذا الموضوع بهذه النقطة بالذات بالاتفاق هذا الاتفاق هذا أو هذا البن هو لغم قابل للتفجير في أي لحوة لا يريد لا يريد نتنياهو لهذه المنطقة أن تستقر ماذا يعني حرية الحركة أو إتاحة حرية الحركة للجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يكون هناك حرية حركة فوق الأرض اللبنانية وفقاً لتصور نتنياهو أو وفقاً لأتبارته أنه اليوم أخطأته أو اليوم صار في خلل نحن يجب أن نتدخل نتدخل وسيكون هناك رد نعود إلى نقطة البداية هذا الشرط يمس بالسيادة اللبنانية ولا يمكن لطرف لبناني أن يقبل به لماذا يريد نتنياهو أن يبقي هذه الشعرة شعرة فتح النار أو إعادة القتال وتدخل من جديد في الداخل اللبناني اليوم نتنياهو لا يريد إنهاء هذه المعركة بهذه السهولة اليوم عنده مشاكل داخلية وفي داخل الكيان الإسرائيلي نتنياهو معرض اليوم نتنياهو تنتظره محاكمات وبالتالي ممكن أن يتعرض متقبله السياسي للخطر لذلك لن ينهي هذه الحرب بسهولة الميدان جنرال إذا بنا نفوت إلى الأمور الميدانية اليوم يحكى عن تقدم للجيش الإسرائيلي سعب يحكوا عن الشمع سعب يحكوا عن البياضة سعب يحكوا عن معارك دارية بالخيام ما قدروا فاتوا على الخيام برحكنا بفيديوهات عم تنتشر من طير حرفة أيضا الميدان ماذا يمكن أن يغير اليوم هل صحيح أن المقاومة اليوم تتصدى لتواغلات إسرائيلية وهل ممكن الميدان والصواريخ اللي نزلت على تل أبيب بالإيام والساعات الماضية تغير المعادلة أو تغير من القرار الإسرائيلي أو مما سيقوم به نتنياهو يعني بالنسبة لنبدأ أو شيء بالصواريخ الإسرائيلية اللي نزلت على تل أبيب هذه الصواريخ لا شك بأنها تزيد الأمور تعقيدا في الداخل الإسرائيلي لا شك وتزيد الضغط على نتنياهو وحكومته اليمينية ولكن هذه الصواريخ طبعا لا تنهي حرب ولا تحق يعني لا أقول أنها لا تؤثر كثيرا لا تعجل في التسوية من القبل لا تعجل باتخاذ قرار إسرائيلي باتجاه التسوية فيما خص فيما خص الميدان نعم اليوم هناك ثلاثة محاور رئيسية يجهد فيها الجيش الإسرائيلي لتحقيق خرق مؤثر على الأرض الليبنانية فيما خص القطاع الشرقي نعم يركز هجومه على الخيام هذه البلدة استراتيجية ماذا يعني الخيام ليش أيه بدي أسألك ليش اليوم التركيز على الخيام الخيام هي أكثر بلدة استراتيجية في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني الخيام تقع على تلة مشرفة هذه التلة متصلة وتشرف على الجليل على الجليل في الأرض فلسطيني المحتلة متصلة بمزارع شبعة وتشرف على سهل الخيام بالكامل وحتى ممكن أن يكون هناك تأثير على غور الأردن يعني تقع ضمن مثلس على حدود الحدود البعيدة لغور الأردن على أصبع الجليل وبالتالي في الداخل اللبناني تشرف على بقعة واسعة من القطاع الشرقي في الجنوب إلى جانب ذلك هذه البقعة تمثل مدخلا إلى البقعة الغربي اليوم عندما يريد العدو الإسرائيلي أن يقوم بعمليات عسكرية معينة لا يمكن إلا أن يمر من المنطقة التي الموازية تماماً لبلدة الخيام عندما يتاح له السيطرة على هذه الأرض فمعنى حرية الحركة أتيحت لألو في كل الاتجاهات هذا فيما خاص لخيام خليني بس ننجلس من الخيام موضوع الخيام يعني اليوم الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى هذه اللحظة إذا فنقول السيطرة على البلدة لم يتم السيطرة أو على هذه التلة لم يتم يعني البلدة ككل هناك عمليات كر وفر فيها بصورة مستمرة هذه العمليات لم تبدأ اليوم أو لم تبدأ بالماضي القريب يعني أكثر من حوالي ثلاثة أسابيع والجيش الإسرائيلي يحاول أن يبسط سيطرته على الخيام بصورة ثابتة وبصورة أكيدة حتى اليوم لم يستطع أن يسيطر كما يشاء أو كما يريد على الخيام يعني يكون فيه توغلات هذه التوغلات بيعمل عملية معينة بيعمل عملية التفجير يقول بأنه دمر أنفاق يقول بأنه دمر مستودعات أو مخازن تقيرة أو مخازن صواريخ هذا حسب إدعاءاته ولكن الخيام لا يزال هناك فيها عمليات كر وفر يدخل الجيش الإسرائيلي ويعود ويخرج منها هذا معناه أن المقاومة لا زالت شديدة وبالتالي من الصعب على هذا الجيش أن يحتل الخيام ويستقر فيها حتى هذا الوقت حتى التاريخنا هذا نعم بس ممكن تتغير المعادلة برأيك بالخيام أو ما الذي يغير هذه المعادلة ما يغير هذه المعادلة وأنا يعني لا أرى لا أرى أنه من الممكن أن تتراجع المقاومة أو أن يخف دفاعها يخف دفاعها عن هذه الأرض أو أن تصاب بنوع من الأحباط أو بنوع من الإنكسار حتى تتراجع ويستقر الجيش الإسرائيلي في الخيام الطريقة الطريقة التي تدافع فيها المقاومة عن الخيام أو الأرض بصورة عامة هي طريقة الكر والفر هي طريقة يعني ليس المبدأ هو أن تمنع جيشا ما من أن يدخل إلى مكان معين إلى أرض معينة ولكن الخطة خطة يعني خطة التمسك بالأرض من قبل المقاومة ممكن تكون خطة تدبيرية وممكن أن تؤثر على العنصر البشري وتوقع بالمقاومة الخسائر البشرية الكبيرة ما يحصل اليوم هو أن ننتظر هذا العدو أو هذا الجيش حتى يدخل إلى مكان ما وبالتالي نعود ونتصدى له ونضرب هيدا تكتيكات بالحروب هيدا تكتيك حرب العصابات وهذا ما يحصل وهذا أسلوب لا يزال ناجحا حتى اليوم هلأ أنا الخوف الخوف من استمرار الحرب لمدة طويلة هيدا اللي بدي بدي أسألك عنه رح نرجع إلى هذا الموضوع ونحكي أكتر تفاصيل عسكرية وميدانية من خلال خبرتك العسكرية بس خليني انتقل الآن إلى الكاتب والمحالة السياسي الأستاذ أسألو هلو 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 أهلا وسهلا فيك استاذ صادق بدي أبدأ معك بكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم منذ بعض الوقت قراءة أولية لهذا الكلام خصوصا أنه البعض بدأ يتحدث عن تناقض يعني بكلام الشيخ نعيم قاسم ما بين أول الحديث وختمة الحديث أنت كيف تقرأ هذا هذا الكلام اليوم للأمين العام لحزب الله صحيح هناك جزء من الخطاب كان موجها لبنيامين نتنياهو وجزء من الخطاب يندرج في إطار الدعم في سبيل المفاوضات القائمة الآن على مستوى الساحة اللبنانية وانتقال لوكشتاين إلى الكيان الإسرائيلي بين اليوم وغدا لدراسة المقترح المقدم من لبنان في جزء من الخطاب عم بيجي رد على مصادر عن رئيس الكيان الإسرائيلي أثناء المفاوضات بأنه لن يفاوض إلا تحت النار ولن يقبل إلا بعملية مفاوضات أو بمعنى مقترح يقدم على أعطاء الإسرائيلي حق بمعنى العمل على الساحة اللبنانية عندما يرى هذا الأمر ضروريا جزء من الكلام يرد على هذا البند بالتحديد ويقول الكيان الإسرائيلي بأنه المقاومة في لبنان مستعدة للذهاب لما هو أبعد من ذلك على مستوى العمل العسكري وتستطيع أن تقاتل لمدى زمني كبير جدا يعني جزء من الخطاب يندرش في هذا الإطار عشان ما نفسر كتير والجزء الآخر يعطي مساحة للمفاوضات القائمة على مستوى الساحة اللبنانية نعم أستاذ صادق هلق القناة 12 الإسرائيلية منذ بعض الوقت عم بتقول ممكن الاتفاق يصير خلال أسبوع كحد أقصى إنما بشرط الإسرائيلي وهو حرية تدخل إسرائيل في لبنان عسكريا في حال لقيت أنه في أي شيء بيهدد أمنى هل ممكن حزب الله يقبل بهذا البند وهل هو هذا البند التفخيخي إذا فينا نقول يلي رح ينصف ما يقوم به لا أنا أعتقد بأنه هناك أكثر من بند على خلاف أكثر من هيدا البند حتى موضوع عمل قوات الطوارئ والجيش اللبناني على بعض المقاومين من الحدود هيدا عمر كمان بده سيارة والبند التاني اللي عم تتفضل فيه حضرتك هيدا أكيد مرفوض على المستوى الساحة اللبنانية على المستوى الرسمي مرفوض وعلى مستوى المقاومة أيضا مرفوض بحسب مصادري هلأ كيف سيدوكشتاين ممكن هيدا الموضوع يحطوه بالبند أو يحطوه ضمن إيطار أنه والله يحق لكل الطرفين الدفاع عن النفس يعني اللبنان والكيان الإسرائيلي يعني هلأ الأمر هذا البند بحد ذاته استاذ بيار يسكت يعني بمعنى برأي أنه بيسقط الاتفاق عند أي إشكال على الحدود اللبنانية يعني لنفترض حصل إشكالا على الحدود اللبنانية بعد أسبوع من الاتفاق وقام الكيان الإسرائيلي بالاستهداف هدف معين على مستوى الساحة اللبنانية وقامت المقاومة بغد يسكت الاتفاق عند هذا الحد وبالتالي لا يصبح هذا الاتفاق مبني على قواعد أساسية أعتقد أنه هنا النقاش الحقيقي الآن هذا البند وهذا الاتفاق يعني بمعنى هذا البند هو الذي يدخل على هذا الاتفاق موضوع العمل اللجني الجديد على كيفية تطبيق السبعة عشر صورة واحد الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ على عاطقها هذا الأمر قد نكون أمام أيضا جولة من المفاوضات صعبة جدا داخل كيان الإسرائيلي في المرحلة المقبلة ولكن إن حصل بحسب بعض المصادر موافقة من بن يمين نتنياهو على المقتراحة اللبنانية أعتقد أننا قد نكون أمام إعلان عن هذا الاتفاق نهار الجمعة أو السبت أو التناني الجي يعني قد يكون هذا الأمر إن كان مسهنا على مستوى النقاش داخل كيان الإسرائيلي إنما التصريح التي تصدر لغاية هذه اللحظة من قبل الكيان الإسرائيلي تصريح عالية للمستوى نه وبالتالي لا أعتقد أن المفاوضات ستكون سهلة وستأخذ بعض الوقت في المرحلة المقبلة يعني برأيك التشاؤم هو يغلب التفاؤل بهذا الموضوع هناك تصريح متماقدة تصدر عن الكيان الإسرائيلي عكس لبنان في لبنان نحن أمام وهذا الأمر غير موجود عند الكيان الإسرائيلي هناك تصريح متماقدة نتحدث عن أحد الوزراء يريد أن يقلب لبنان إلى ضفة غربية ثانية نتحدث عن وزير آخر يقول بأن استمرار العمل العسكري في لبنان هو باب يعطي الكيان الإسرائيلي فرصة للخروج من الأزمة الاقتصادية نتحدث عن بن يمين نتنياهو يقول بأن هذا الاتفاق لن يتم إلا بشروط إسرائيلية هناك كثير من في الوقت العلم الإسرائيلي يتبنى بالكابنت الإسرائيلي 90% الموافقة على الاتفاق يعني هناك الكثير من التصريح المتماقدة تصدر داخل كيان الإسرائيلي نتيجة الخلافات القائمة والتشتت القائم داخل الحكومة الإسرائيلية على الكثير من المواضيع بما له علاقة أيضا من إدخال المتطرفين اليهود داخل الجيش في هذه الفترة هناك كثير من الاعتبارات تناقش من خلفيات مختلفة داخل كيان الإسرائيلي تجاه هذا الاتفاق وبالتالي نحن نحتاج المزيد من الوقت لنرى ما سينتج أو ما هي الفكرة التي ستخرج على الكيان الإسرائيلي بالمرحلة المقبلة وأو أعيد وأو كرج للجميع يبقى هذا الأمر في يد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو والتي باعتباري لا يس له مصلحة بالتهدئة في هذه المرحلة نعم نتمنى أن نصل إلى مرحلة استيز صادق بس سؤال أخير قبل ما أختم أنا وياك بآخر كلام الشيخ نعيم قاسم يتحدث عن حزب الله تحت اتفاق الطائف ويتحدث عن تسهيل في انتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور اللبناني مفروض هذا الأمر يجب أن يعني المقاومة في لبنان لا يمكن لها أن تخرج عن اتفاق الطائف وهي تتمسك باتفاق الطائف ولا يمكن لها أن تعيش أصلا خارج إطار اتفاق الطائف وأول خطوة ستخرج على العلم بعد عملية وقفة واق النار هي انتخاب رئيس الجمهورية سيد الكريم لبنان سيأمر انتخاب رئيس كيف يعني بأي طريقة لأنه قبل 7 أكتوبر كان انتخاب الرئيس بطريقة ما كان في هناك نوع من الفرض بانتخاب الرئيس ستتغير الطريقة هلأ يعني بعد كلام الشيخ نايم عاصم أنا باعتقاد لبنان سيمرق بخمس محطات كبيرة جدا وصعبة جدا بعد عملية وقفة واق النار ملف انتخاب رئيس الجمهورية خليني نقطة ونقطة أنا وياك ملف رئيس الجمهورية أي رئيس جمهورية ستوافق المقاومة على انتخابه أنا أعتقد بأن المقاومة إذا كانت الأمور ناضجة لمصلحتها لن تخرج عن ما له علاقة بسليمان فرنجية إلا إذا كان سليمان فرنجية تراجع عن ترشيحه إذا رأينا سليمان فرنجية تراجع عن ترشيحه يعني قد يكون هناك في مكان معين على الساحة اللبنانية ممكن أن يكون هناك توافق على شخصية ثالثة طيب النقطة التانية النقطة التانية سنكون أمام أعنف انتخابات مجلس نييبي على مستوى الساحة اللبنانية من بعض ذلك سنشهد ما له علاقة بتشيح الشهداء على رأسهم سماحة الأمين وعامة تيد حسن نصر الله والملف الرابع ما له علاقة بالتشكيل الحكومة الجديدة وصيغة العمل القائمة على مستوى الساحة اللبنانية وكيفية مواجهة الحصار التي سينتج عن بعد وقف اطلاق النار لأن الإسرائيلي لا ينترك الساحة اللبنانية مفتوحة بشكل دائم والبرنامج الذي يتحدث عنه بن يامين نتنياهو بعد عملية وقف اطلاق النار وترامب هو حصار على لبنان كيفية حصار المقاومة في لبنان عندما يتحدثون عن حصار لا أعتقد بأنهم يتحدثون فقط عن المقاومة إنما على كل لبنان وبالتالي نحن لدينا خمس ملفات كبيرة جدا نحيك عن النزوح السوري نحيك عن كثير من المشاكل التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر على مستوى الساحة اللبنانية نحن أمام محطات صعبة جدا أتمنى أن يكون هناك أقلها نقاش وطني على كيفية الخروج من هذه الأدمات نعم شكرا شكرا لألك أستاذ صادق أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شكرا لألك يعني فيه نقاط بتوفق فيها مع استيصاد أنه لصة عند نتنياهو اليوم الكرة في ملعب نتنياهو لا شكرا يوم الكرة في ملعب نتنياهو وإذا أراد نتنياهو وقف هذه الحرب طبعا يستطيع أن يكون إيجابيا في الرد على هوكستين وعلى المقترحات أو على الورقة اللبنانية هنا نستطيع أن نكون قد دخلنا فعلا وجديا في عملية وقف اطلاق النار ولكن أنا لا أتوقع من نتنياهو القبول بهذه السهولة سأرجع نويك إلى الميدان في الجنوب نعم نحكي كثير عن البياضة ليش البياضة وليش التركيز على هذه المنطقة والبياضة هي قريبة من النقورة يعني إلى حدنا والبياضة هي شمار النقورة اليوم وصل غيش العدو الإسرائيلي منذ يومين إلى شمع شمع التي هي فوق البياضة وبالقرب منها من هناك حاول بالأمس التقدم والدخول إلى البياضة ووصل إلى أنه احتل تلة البياضة ووصل إلى مشارف هذه القرية الساحلية نعم خلال الساعات الأخيرة تغير الوضع قليلا باتجاه أن لم يعد داخل البياضة الجيش الإسرائيلي وبالتالي لا يزال يركز على هذه البقعة ما الهدف من هذا الموضوع؟ أولا تطويق النقورة لأنه جنوب النقورة وشرقها وإذا احتل البياضة يكون قد طوقها من كل الاتجاهات طبعا يبقى البحر وهو يستطيع أن يطالها من البحر متى يشاء نعم هنا هذا العمل هذه الخطوة استراتيجية التي يتوقع إنجازها العدو الإسرائيلي لا ننسى أن حول صور وفي الاتلال المشرفة على الساحل والبحر هناك قرى صغيرة هذه القرى يعتقد العدو الإسرائيلي بأنه يستطيع احتلالها وفي حال احتلها يعني يكون قد أشرف على المنطقة العلوية المشرفة على خط الساحل الممتد من رأس النقورة بس لهذا الدرجة خففت قوة المقاومة في هذه المنطقة؟ لم تخف قوة المقاومة أستاذ فير والدليل على ذلك بأنه لم يستطع حتى الآن لم يستطع الجيش الإسرائيلي أن يتمركز لا في شمع بصورة مريحة ولا في البياضة ولا في المنطقة المشرفة على الطريق الساحلي ممكن نلاقي التوغل مع مثلا غطاء جوي هو يستعمل الغطاء الجوي ويستعمل المسيارات ولكن دائما عندما يكون المقاوم مخفيا ومحجوبا ومغطى إن كان باستعمال الأرض أو استعمال الأنفاق أو المنازل المهدمة أو الركام يعني يستطيع هذا المقاتل أن يتخفى داخل الركام وعندما تتقدم ألية أو عندما يتصل مقدمات العدو إلى مقاومة معينة يظهر ويتصدى لها ويعود ويختفي هذه الحرب لن تكون على الإسرائيلي بالسهلة ولا بالهينة اليوم يرتكب أو يتعرض الجيش الإسرائيلي يوميا إلى إصابات ويتعرض يوميا إلى هجمات شرسة وبالتالي كل ما تقدم لمرحلة معينة أو لمسافة معينة تظهر المقاومة جديد وتعود ترده إلى نقطة البداية إلى نقطة انطلاقي لا أقول أن المقاومة ضعفت ولكن أنا أقول طول الحرب إذا طالت كثيرا هذه الحرب يعني ما هو هدف نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل من إطالة الحرب أول الأهداف أن تقوم البيئة الحاضنة التي تحمي المقاومة بأن تصاب بالأحباط وتصاب بالملل وتقوم وتنتفض على المقاومة وبالتالي يخلق شرخا كبيرا ما بين رجال المقاومة وبين البيئة الحاضنة هذه أحدى وأهم أهداف نتنياهو حتى الآن لم تظهر مؤشرات لهذه الحالة اليوم لا يزال المقاومة الجنوبية يتنقل ويتحرك بكامل حريته ويستطيع أن يظهر لتقدم الأليات أو العناصر الإسرائيلية متى يشاء وأن يشاء طيب بدي أختم أنا وياك هيك بخلاصة اليوم كل اللبنانيين يسألون أنه اليوم مثل ما نقول في حال لم يوافق نتنياهو على هذه الصفقة التي يسوق لألا هوكستين في المنطقة أي سيناريو في الأسابيع خلينا نقول المقبلة للبنان ما ممكن أن نراه عسكريا في لبنان هل مظبوط كل ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم عن أنه في نقاط محددة في بيروت في بعض المناطق يلي لم يتم استهدافها هل نحن قدام حرب أوسع غطاء جو كبير تدمير أكبر أي سيناريو برأيك بانتظار اللبنانيين في حال لم يتم الاتفاق على هذه التسوية بالدرجة الأولى نحن نتمنى أن يتم الاتفاق على هذه التسوية أو تستكمل الترتيبات المتعلقة بوقف اطلاق النار حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يجب أن يكون هذا الاتفاق ثابتا ومضمونا من كل الأطراف إن كان إقليميا أو إذا كان الموضوع دوليا اليوم لا يمكن لأي اتفاق أن يتم أو اتفاق أن يكون ذو جدوى إلا إذا حصل على ضمانات إقليمية وضمانات دولية وبالدرجة الأولى من يضمن هذا الاتفاق ومن يقوم بسيانته والحرص عليه هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يضغط على نتانياهو وحكومته اليوم ممكن إسرائيل أن تصاعد في حال الله صلح الله فشل هذه التسوية ممكن لإسرائيل إلى أين ممكن يوصل هذا التصعيد حتما ستقوم بالتصعيد ولكن هل لإسرائيل الحرية المطلقة في التصرف فوق الأرض اللبنانية اليوم إذا لاحظنا أنه من شيء يومين أو تلتة يوم أولا بارئة تم الإطلاق صواريخ باليستية على تل أبيب وكان مفعول وقعها على الشعب على السكان المدنيين في الداخل الإسرائيلي وعلى الحكومة وعلى رجال الجيش وعلى قيادة الجيش اليوم قيادة رئاسة الأركان الإسرائيلية تطالب المستوى السياسي تطالبه ببرورة التعجيل في وقف اطلاق النار إن كان في غزة أو إذا كان في الأرض اللبنانية لا أقول بأنه لإسرائيل الحرية المطلقة في توسيع هذه الحرب لتكون مدمرة أكثر من ذلك أو لتكون حربا شاملة وخاصة إذا تذكرنا أو إذا أخذنا في الاعتبار بأنه نحن الوقت يمر نحن اليوم في أواخر تشرين تاني والشهر القادم هو الشهر الأخير في السنة وبالتالي هناك استحقاقات كثير مهمة إن كان في الداخل اللبناني أو على المستوى الدولي اليوم الرئيس المنتخف ترامب يتحضر لاستهام استلام سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوصى وأصر وأبلغ كل المعنيين في الداخل داخل الكائن الإسرائيلي بأنه يريد وحتى في الحرب الروسية الأوكرونية بأنه يريد أن يصل إلى العشرين جونفير من بداية السنة وهناك سفر مشاكل وسفر حروب على الساحة اللبنانية شرق أوسطية وحتى إذا استطاع في أوكرانيا ليس لأمام نتنياهو كثير من الحرية ليقوم بس فريق عمل إقرامب شفنا تصاريح لألون كل تؤيد وتدعم ما يقوم به نتنياهو وهي مؤيد بالمطلق الإسرائيلي حتما الفريق المتوقع يعني ما تم تعينه من فريق ترامب وما يتوقع أن يعين من باقي فريق العمل لا يبشر كثيرا بأنه سيكون هناك يعني تقارب تقارب أو حتى نوع من الانصاف بين المتحاربين نوع من الانصاف في الشرق الأوصى وفي القضية الفلسطينية ولكن نعود ونقول اليوم ما يشجع بأنه هذه الحرب التي صر أكثر من شهرين على الساحة اللبنانية أو ما يقارب الشهرين لم تحقق حتى الآن الحد الأدنى مما يريد تحقيقه نتنياهو وهذه الحرب ستكون طبعا مدمرة فتكون مدمرة في لبنان وسيكون علينا أن ندفع فاتورة باهظة وكبيرة جدا من بعد في النووي ولكن طبعا طبعا يعني ما ستعمل اليوم من صواريخ من صواريخ أعتى أنواع الصواريخ ما ستعمل من طائرات الـ 35 والـ 15 والـ 16 ما ستعمل اليوم من الصواريخ المدمرة الخارقة التي وصلت حديثا إلى إسرائيل يعني اليوم هناك هطلة صواريخ تسخط على بناء معين فيهبط كليا يهبط كليا اليوم لا يمكن لإسرائيل أن تستعمل أقصى وأحدث من هكذا أسلحات تستعمله إن كان من طائرات أو من صواريخ أو من آليات على الأرض أريد أن أنوه يعني بشيء ما حضرتك عم تناقش خطاب شيخ نعيم قاسم شيخ نعيم قاسم نعم وبالتالي عم تركز على ما جاء في خطابه من موضوع اتفاق الطائف وانتخاب الرئيس نعم وبالتالي الاندواء تحت مظامة الدولة اللبنانية شئنا أما بينه شئنا أما بينه لا يمكن لا يمكن لهذه الدولة أن تقوم إلا إلا بانضواء كل فعاليتها وكل قواها وكل شرائحها تحت البنديرة الوطنية علينا بالدرجة الأولى أن نطعي من ما حصل في الماضي في الماضي البعيد وحتى في الماضي القريب يعني نحن من عشرات السنين لم نحاول أن نبني دولة نعم كما يجب لذلك لو سمحت لي فضل فضل يعني بسواني أو بدقاء قليلة فضل فضل علينا اليوم أن ننكب على وضع استراتيجية دفاعية لهذا الوطن لا يمكن بعد اليوم ولا يمكن بعد هذه التجربة المريرة التي مررنا بها انطلاقا من 8 أكتوبر وحتى تاريخنا هذا أن نعود ونمر بما شابه أو بشيء شبيه في أي وقت من الأوقات ولا مقبول ذلك من أي طرف من الأطراف ليش نحن ارتأينا لو ارتأينا أن هذه الحرب ضرورية لو ارتأينا أن هذه الحرب مفيدة لهذا الوطن كان يجب أن يكون هذا القرار وطنيا غير مقبول اعتبارا من الآن يعني غير مقبول من الآن وصاعدا فريق ياخد كل البنانيين إلى حرب ويعثرهم صحيح نحن نقول بالرغم من اعتقادنا بأنه هذا الموقف اللي اتخذوا حزب الله لصالح مساند غزة لا شك بأنه قرار نبيل وقرار كبير وبالتالي ينم لماذا أخذوها الدول العربية بنسأل الدول العربية لماذا لم تت honey لماذا律 يدفع التمن لأنه لبنان أنا أقولك لأنه في لبنان في نخوة ولأنه في لبنان في عزيمي ولأنه في لبنان في إيمان بالقضية الفلسطينية وفي إيمان بأنه هذا العدو يجب أن يقف عند حديث يعز إيراني وبالتالي ومن جهة أخرى ضعف الدولة كما قلنا يا أستاذ كيف ضعف الدولي وعدم بنائنا لدولي قوية وما اتفقنا بيوم من الأيام على أن نكون على أي لبنان نريد أي لبنان نريد وهل ولا يوم من الأيام يعني اليوم في فريقان بلبنان مش طائفيين من كل الطواف في فريق يريد القتال والمقاومة والشهادة والجهاد كل العمر وفي فريق تاني يريد لبنان الفن والثقافة والمؤتمرات والحداثة يعني مثل السعودية اليوم كيف لن يتفقوا ببعضهم ما ممكن يتلاقوا وحكي عنا من زمان الرئيسة حسب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط بهذا الموضوع يعني هونغ كونغ أو هانوي كيف داك تجمع هالثقافتين المتناقضتين من الممكن شباب اليوم يعني ممكن أن نبني دولة يكون فيها كما تفضلت وقلت يكون فيها فن ويكون فيها علم ويكون فيها ثقافي ويكون فيها اقتصاد قوي ويكون فيها شعب عايش بارتاح ويمكن أن يكون إلى جانب ذلك أن يكون هناك جيش قوي وأن يكون هناك مجتمع متراص وقوي بعد هذه التجربة لا يمكن وأنا أتوقع بس ما من هلأ ملا شيء أوصو على الجيش جنرال يعني عم نشوف المواقف السياسية ماذا تحمل بالنهاية هيدا الجيش لكل الوطن وهيدا الجيش مؤلف من أبناء شعب هذا الوطن يعني الثلاثية الشهيرة لما كنا نقول شعب وجيش ومقاومة عاد هيدا إيمان وأنا أنا دايما بعجب بطرف يؤمن بمبدأ معين ويدافع عنه ولكن اليوم طب لما نقول نحن شعب وجيش ومقاومة طب ما هو لكلنا سوا منبثقين من الشعب اللبناني ما أنهم ثلاث أطراف ما أنهم ثلاث أقسام ما بيادر أقول هذا قسم وفي الوسط قسم وموضى التالي الجيش قسم اليوم كلهم هون كلهم مع بعضهم مع المدنيين المواطنين بشكلوا الشعب اللبناني نعم إذا نحن قدرنا بفترة من الفترات أن نوحد القرار يعني ما يكون وحدنا الشعب أنا أنطلق من مبدأ شعب واحد قرار واحد بتقلي كيف بدوا يوافق حزب الله بس بدي أختم لأنه جنرال بس بدي بس هون تعقبا على ما تقول الوطنية اللي عم تحكي عنها والمواطنية اللي عم تحكي عنها تبدأ في المدارس للأسف هناك مدارس في لبنان بتوقف التلميذ التنين الصبح بيقولوا كلنا للوطن في مدارس أخرى للأسف وشفناهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بعرف شو بيعلمون ما بعرف شو أي أنشيد بيغنوا ما بعرف لمين بيهدفوا ما بعرف صور مين بيحملوا أطفال مع عمرهم ثلاثة وأربعة وخمس وست سنين عم بيثقفون طريقة لا تموت إلى اللبنانية بصلة كيف هول الناس بكرة بدون يطلعوا لبنانيين للأسف أساس كيير اليوم نتانياهم أنا سأذهب بك بس بدي أربط شي بي شي لو سمحت لي إذا ما بدائيا بديئة بدائيا لما اليوم يعني كانت الفكرة موجودة صراحة لا نستطيع لا نستطيع إلا أن ندل اليوم هلأ إلى انتخاب رئيس الجمهورية إذا تأخرنا أكثر كل ما تأخرنا بانتخاب رئيس الجمهورية كل ما هذا البلد تآكل أكثر وكل ما تعرض أكثر علينا اليوم أن لا ننتظر أن ننتظر نتنياهو ليوقف لنا الحرب ليوقف النار حتى نقول والله هلأ وقف اطلاء النار تعطى الانتخاب رئيس هذه السللة الرئيسنا به بره أنا أقول بصراحة ولا أتردد أنا هناك من يعارض لا مجال لانتخاب رئيس الجمهورية تحت النار الإسرائيلي نحن هذه النار الإسرائيلي يمكن مضبوط أكثر من رئيس انتخب تحت ضرب وتحت الأصف في ظل الحروب يجب انتخاب رئيس الجمهورية هلأ بيطلع الرئيس يمكن يطلع بعد جمعة بعد جمعتين وعليه فور قسم اليمين أن يجول ويصول في كل دول العالم ويروح يحكي بالقضية الليبنانية ويجب لنا دعم وتأييد للدول الليبنانية وبناء الدول الليبنانية وبالتالي إعادة إعمار هذا البلد بالطريقة الصحيحة ويجب علينا إنشاء الله يكون عامنا عمرونا إخر مرة إنتاج طبقة سياسية جديدة تقوم ببناء هذا البلد وتأخذ على عاطقها النهود به شكرا لك عميد أهلا وسهلا فيك بهذه الحلقة شكرا لكل يلي تابعونا عبر صوت لبنان بلتقي فيكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل ومن هلأ لوقت الضلب على في خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر